موسيقى 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 قال بلاغ لذوان الملك ان الملك محمد السادس اجرى اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع محمود عباس ابو مازن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تلا اتصاله مع الرئيس الامريكي دولاند ترامب وقال البلاغ انه خلال هذا الاتصال اطلع العاهل المغربية الرئيس الفلسطينية على مضمون الاتصال الهاتفية الذي جمعه بالرئيس الامريكي دولاند ترامب اعتبارا للتقدير الذي يخص به جلالته فخامة رئيس الفلسطينية وقد اكد الملك يضيف البلاغ بان موقف الملك الدعم للقضية الفلسطينية تابت لا يتغير وقد ورثوا عن والده الملك الحسنتاني وابرز الملك محمد الثالث ان المغرب مع حل الدولتين وان المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلية هي السبيل الوحيد للوصول الى حل النهائي ودائم وشام لهذا الصرع وبصفة رئيس للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الاسلامية حسب البلاغ فان الملك ما فات ان يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريفة وعلى احترام حرية ممارسة الشعائر الدينية لاتباع الديانات الثماوية الثلاثة وحماية الطابع الاسلامي للمدينة المقدسة وحرمة المسجر الاقصى كما شدد العاهل المغربي على ان المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية وان عمل المغرب من اجل ترسيخ مغربيتها لن يكون ابدا لا اليوم ولا في المستقبل على حساب ندار الشعب الفلسطينية من اجل حقوق المشروع واوضح الملك محمد الثادس له وضع خاص وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من اصل المغربية ومنهم مئات الالاف من اليهود المغربة الموجودين في اسرائيل واضف بان المغرب سيوضف كل التدابير والاتصالات التي اتفق عليها مع رئيس الامريكية من اجل دعم السلام بالمنطقة وبان ذلك لا يمث باي حال من الاحوال الالتزام الدائم والموصول بالدفاع عن القضية الفلسطينية العادلة كما اكد الملك وفق الديوان الملكية بان المغرب الذي يضع القضية الفلسطينية في صدرة انشغالاته لن يتخلى ابدا عن دوره في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وانه سيضل كما كان دائما ملكا وحكومة وشعبا الى جانب اشقائنا الفلسطينيين وصواصل انخراطه البناء من اجل اقرار سلام عادلة ودائم بمنطقة الشرق الاوسط اكد ثفر المغرب في ايطاليا يوسف بلا ان الجزائر تواصل عداءها الهوسية ضد الوحدة الترابية للمغرب بدلا من العمل من اجل بناء مستقبل اجيال شابة جزائرية ومغاربية وقال الثيد بلا في حديث خاص به الموقع الاخبارية الايطالية لانوفا بيك ان الجزائر تستمر في عدائها الهوسية ضد المغرب بدلا من استثمار هذا الجهد في تحقيق التنمية الداخلية والعمل من اجل مستقبل اجيال شابة جزائرية ومغاربية من خلال تسخير الطاقات والمهارات للازدهار والاندماج المغربية وابرز في هذا الثياق ان اصرار الجزائر على اطالة امدها النزاع الاقليمية يضيع الكثير من الفرص مسجلا ان غياب التكامل الاقليمية يكلف ناقص نقطتين مئويتين من الناتج المحلية الاجمالية الاقليمية وبخصوص الاحداث الاخيرة التي وقعت في القرقرات اوضح السيد بلا ان ميليشيات البوليثاريو المثلحة وبدعم من الجزائر اقتحمت التراب المغربية وبالتحديد المنطقة العازلة التي وضع المغرب تحت مسؤولية الامم المتحدة لضمان وقف اطلاق النار في اطار اتفاق عام 1991 وذكر ان الانفصاليين الذين استغلوا ايضا المدنيين كدروع بشرية ارتكبوا اعمال قطاع الطرق وعرقلوا حركة تنقل الاشخاص والبضائع بين المغرب وموريتانيا وقاموا بترويع المراقبين العسكريين لبعتة المنورسو واضاف انه اثر هذا التصعيد الخطير الذي اقدمت عليه ميليشيات البوليثاريو اضطر المغرب في انتجام تام مع الامم المتحدة وامينها العام الى التدخل من خلال ممارسة حقه في هذه المنطقة بالصحراء المغربية واوضح الثفير ان هذه العملية الثلمية للقوات المثلحة الملكية التي تمت دون اي احتكاك بالمدنيين مكنت من ارجاع الامور الى نصابها وثأمين حرية التنقل المدنية والتجاري مع موريتانيا وابرذ ان المجتمع الدولي ادان بالاجماع هذا العمل الخطير الذي يزعزع الاستقرار والذي اقدمت عليه ميليشيات البوليثاريو مذكرا ان ممثل الاتحاد الاوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية جوزيبوريل اكد على ضرورة الحفاظ على حرية الحركة والتجارة عبر الحدود بين اوروبا وافريقيا في منطقة الجرگرات التي تعرضت للغزو وفرد عليها الحصار من قبل ميليشيات البوليثاريو على اهمية ضمان احترام اتفاق وقف اطلاق النار الثالي منذ عام 1991 وأبرز ان هذه الميليشيات عززت علاقاتها مع منظمات ارهابية من بينها داعش والقاعدة ومتورطة في تهريب المخدرات والاتجار في البشر والاثوأ من ذلك تحويل مخيمات تندوف الى معذكرات لتدريب الجهاديين وذكر ان الاتحاد الاوروبي من خلال المكتب الاوروبي لمكافحة الغش يواصل التنديد بثنوات من تحويل المساعدات الانسانية التي منح بثخاء دافعوات ضرائب الاوروبيون والتي ينتهي بها المطاف في جيوب قادة البوليثاريو كشف الرئيس الامريكي دولاند ترامب عن احدى اكبر المفاجآت قبل رحيل عن ثدة الحكمة رسميا في يناير المقبل وذلك باعلان اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر انه وقع اليوم اعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء واعلن الرئيس الامريكي دعمه لمقترح الحكم الداتية الذي قدمه المغرب موريدا المقترح المغربية الواقعي والجادة للحكم الداتية هو الاساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار وفي تغريدة اللو على صفحة الشخصية على تويتر كتب ترامب لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة عام 1777 ومن ثم فمن المناسب ان نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية واضاف في تغريدة قبلها لقد وقعت اليوم اعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية ان اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الداتية هو الاساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار وفي سياق متصل اشار ترامب في تدوينة ثالثة انه حقق ما وصفه باختراق تاريخي حيث اشار الى انه تحقق اليوم اختراق تاريخي باعلان المغرب واسرائيل وهم صديقان عظيمان باعلان المغرب واسرائيل على اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وهو ما اعتبر الرئيس الامريكية بالاختراق الهائل للسلام في الشرق الاوسط وكان بلاغ للذوان الملكي قد اكد ان الملك محمد الثالث اجرى اتصالا هاتفيا مع دولان ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية الذي اكد من خلاله الرئيس الامريكي للملك بانه اصدر مرسوما رئاسيا بما له من قوة قانونية والسياسية ثابتة وباثر الفورية يقضي باعتراف الولايات المتحدة الامريكية لاول مرة في تاريخها بسيادة المملكة المغربية الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة